كلها أيام ونعيد قولوا إن شاء الله كل سنة وتطيبين ويا رب يعيدوا عليكم بالخير وبالصحة وبالسعادة وبالبركة وبكل حاجة كويس وطبعا هتبدأ شائعات الإخوان من دلوقتي أو من مبارح هيقول لك إيه؟ هيقول لك يا جماعة بيهلقوا صلاة العيد أين يضيعوا الإسلام في أرض الكنانة ممتأسرين برضو خد بالك بالأفلام الأديمة الأفلام اللي هي كانت تطلع الأفلام الأديمة ما بقى نتكلم على البعثة المحمدية والهجرة يعني متأسرين هم بالأداء الأديم ده ومتأسرين بفكرة أن الكفار ملبسوا سويد والمؤمنين ملبسوا بيض وجو كده ورائحة يا رجل استحم يا رجل هم الأخوان متأسرين بالحاجات دي ما تحركوش والكفار كلهم اسمواهم حنزلة ولازم ياكل ويوقع رز على دقنه بس هم متأسرين بده فعلا أنهم ما بيأكلوا بلانهم بيوقعوا رز على دقنه هم مش عارف ليه فمنظر قذر قوي المهم أنه سيبك من كل ده هم طبعا دي ناس هربانة من التاريخ وهروبهم من التاريخ جزء منه أنهم عندهم إصرار شديد على إطلاق الشائعة فهيبدأوا في إطلاق الشائعات أنه إحنا بنلغي لصلاة وأنه مفيش في السنة دي صلاة عيد وما يلزلك عشان طول الوقت هو شغلته إيه يعني هو شغلته يعود يخوفك ويقلقك ويشغلك ويشتتك ويشككك فيش أي حاجة الصلاة عادي جدا إقامة صلاة العيد في الساحات وفي المساجد الكبرى وفي الجوامع الكبيرة بالمناسبة وتخصيص أماكن للسيدات